اختتمت لجنة المتابعة العليا وأعضاء الكنيسة العرب اليوم نشطاتها الاحتجاجية وإضرابها عن الطعام من داخل خيمة الاعتصام التي نصبت أمام مكتب رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو احتجاجاً على تواطئ الحكومة الإسرائيلية إذا مكافحة آفة العنف في المجتمع العربي مؤكدين بأنهم على قدم وساق مستمرين في نضالهم الجماهيري نحن حقيقة لا نستطيع أن نرد على كل حدث بعينه لكن اليوم كان الاتصال مع رئيس مجلس تل السبع وأبلغته أن لجنة المتابعة تقف مع كل قرار يتخذونه المسعى الأساسي الآن هو على تهدئة الخواطر ومنع تفاقم الأمور لكن مشروعنا مشروع طويل سيأتي مظاهرة كبرى في تل أبيب سأطلاق المشروع الاستراتيجي الذي أعددناه خلال السنة المنصرمة مظاهرة أمام الشرطة في الجنوب إلى آخره يعني في عدد من المشاريع سنعلن عنها لاحقا كما ترين بكل لحظة هنا سلطات محلية رؤساء سلطات محلية شخصيات مجتمعية وفود من القرى والمدن تأتي وتزور الخيمة واضح أن هناك داعم شعبي يتجاوز 90% لكل عمل نضالي ضد العنف والجريمة هذه الأفة تشكل الأرق رقم واحد بالنسبة للجمهية العربية الفلسطينية في هذا الوطن واضح أنه منذ بداية الهبة هناك تحركات من قبل الحكومة محاولات لعطاء حلول رئيس الحكومة أقام لجنة خاصة ولكن من تجاربنا نحن نعرف بأننا لا نستطيع أن نتكل إلا على أنفسنا ونعرف أن هذه اللجان قد يكون من شأنها تنفيذ الغضب الشعبي والالتفاف على هذه الهبة لهذا علينا مواصلة نضال الشعبي حتى وجود خطة جذرية بكل مناحي العياة وبداية التنفيذ وفقط عندها نقيص خطواتنا القادمة وأشد كل من تضامن وتوافد إلى خيمة الاعتصام على الدور الجماهيري الذي قادته كل من لجنة المتابعة العليا وأعضاء الكنيسة العرب مشددين على ضرورة الوحدة الوطنية والتكاتف الشعبي لمحاربة كافة أشكال العنف المستفحل بالمجتمع اللاعربي المتابعة العليا للجماهير العربي على الطريق الصحيح في هذه النشاطات التي تقوم بها ونرى الالتفاف والدعم من جماهيرنا والوفود المشاركة والدعم التي تصل إلى هذه الخيمة هو أكبر دليل على صحة هذا الطريق وهذا النشاط مش معقول أنه نوصل لهذه النسبة من الجريمة فوجودنا اليوم إحنا كنساء مع الرجال وبرضو في التحركات اللي في بلدنا في قفر قرع اللي صابطها هاي القافي بشكل جدا مؤلم إحنا وقفنا رجالا ونساءا أنه ضد هاي القضية مع قيادتنا سواء كسلطة محلية أو كلجنة متابعة أو كقائمة المشتركة حدثنا بكوتنا هذا الالتفاف الشعبي الشامل بالكيادة القطرية والكيادة المحلية هو بحد ذاته يعني محط فخر واعتزاز ومحط أمل أننا بهذه الوحدة سوف نكافح الجريمة وقافة العنف في شوارنا في الوسط العربي واندل هذا الشايفة بدل أن عندما نتحد معا سوية ضد هذه الآفة ننجز الإنجازات من قلب الأزمات تولد النجاحات واليوم بصرخة ألم من داخل ما يحدث من شوارعنا يولد الأمل الأمل أن نضع حد لهذه الآفة آفة الجريمة والعنف وأن نوكف شلال الدم المتفشي في داخل مجتمعنا أنهت خيمة الاعتصام يومها الثالث والأخير متوعدة بتصعيد خطواتها المستقبلية ما لم تقم الحكومة الإسرائيلية بوضع خطة جدية لمكافحة العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي